السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما الفرق بين مكثفات البولي بروبلين ومكثفات البوليستر؟ هذا السؤال يعني شائع وتم طرحه عليه سابقا ولم أستطع وضع الإجابة في هذا الفيديو حتى تشبعت بالمهلومات النظرية وأيضا التجربية العملية اليوم سوف نجيب على هذا السؤال ما هي الفرقات الجوهرية أيضا بين مكثفات البولي بروبلين بي بي ومكثفات فيلم البوليستر بي اي تي سنتعلم اليوم كيف نميز بينهما مباشرة عند رؤية الرمز المطلوبة عليهما مثلا سي بي بي البولي بروبلين مثلا هذا عندما تجد هذه سي بي بي. هذا يعني فيلم البولي بروبلين ولكن أو سي ال للبوليستر ولكن دعني أضح لك هناك نقطة أهم من ذلك وهو هذه الصندوق بالمع عندما تجد هذا الرمز المي بالتركي أو بها هذا العازل ملا مسمونه ممعدن. هذا يعني ان الفيلم الطبقة العازلة وهي ممعدنة. يتم ترسيب عليها المعدن. اما حرف الكي سوف اختصر عليك هذه الاشياء. توضح هذه الاختصارات الام كي بي او الام كي تي. الام كي بي للبولي بروبلين. الام كي تي لمن؟ للبوليستر. بناء على المادة العازلة. داي لا يكترك. معنى اختصار هذا. ام كي بي. انظر في هذا المكثف فقط كي بي هنا. لماذا؟ هذا غير ممعدن. اما هذا الطبقة البولي بروبلين ممعدنة. هذا فيه حماية ذاتية يقولون انه سوف اشرح لك بعد قليل ماذا يعني حماية داخلية. يستطيع انه معاجد نفسه او الشفاء. يعني فيه يستطيع اشفاء نفسه او معاجد نفسه عندما يتعرض لحرارة العالية او هكذا شيء. معنى اختصار ام كي بي ميلايزيد بولي بروبلين فيلم كابستور. ام تاني ممعدن للمكثف هي عبارة عن طبقة رقيقة من المعدن غالبة. يتم تبخيرها وترسيبها مباشرة على الفيلم البلاستيكي العازل. هذا ايضا انظر يعني دائما سوف تجد هذا هذا الميكي بي. انظر هذه ايضا موجودة هنا. في هذا المكان ميكي بي. هل رأيت هنا؟ هذه اكس تو درجة الامان. واي وان واي تو اكس وان اكس تو. هذه انت اعتقد لن تكون مهمة في هذا الوقت. او تحتاج شرح مفصل. لكن احنا يهمنا كيف انه نميز الهذا مكثف بولي بروبلين ام مكثف فيلم البوليستور. نتابع حرف الكي هي كلمة المانية تعني بلاستيك. كلمة تستخدم بشكل تقليدي للدلالة على مكثفات الفيلم. اما البي هي البولي بروبلين. وهي المادة العازلة للفيلم المستخدمة في المكثف. هكذا. لكن الان مثلا انا ارى هذا المكثف وليس هناك هذا المكثف. دعني هذا مثلا هذا المكثف. وليس هناك اشارة انظر فقط مكتوب 474 حرف الكي يعني هذا 474 نانو فاراد. وستمائة وثلاثون فولت اقصى جهد. اين او كيف اعرف ان هذا بولي بروبلين ام لا يزيد. هناك رموز اخرى. الا هذا الرمز الصغير انظر. حرف البي. هذا اذا على الاغلب هذا بولي بروبلين. عن هكذا تعلمنا. مثلا واذا وجدت هذه سي بي بي انظر. هذا ايضا بولي بروبلين. 400 نانو على ميتان وخمسون فولت. اذا هذه هي الامور الضرورية التي يجب ان تتعلمها. وايضا هناك هذه الرموز ايضا تجدها في المكثفات. اربعون على مئة وعشرة على ستة وخمسون. هذا يعني يعني سالب هذا المكثف تم تجربته على سالب آآ درجة الحرارة اربعون تحت الصفر. وايضا مئة وعشرة درجة مئة حرارة مئوية. لمدة ستة وخمسون يوم. وتحمل هذه الظروف الصعبة. هذا هو معناها. اما الواي تو هذا يوصل بين يعني منطقة توصيله او منطقة تركيبه على الاغلب للامان. على شكل حرف واي يقولون يعني بين الفاز الاول والفاز الثاني الى الارض. هكذا الشي يعني. اما الاكس تو يتم توصيله على التفرع بين الخط للفاز والنتر. هكذا الشي يعني هذه معنومات تحتاج الى فيديو وشرح مستقل. الاختصارات. انظر هنا سوف نجد ايضا مي كي بي. اين سوف نجدها؟ نبحث جيدا هذه. هنا جدا هنا في الاعلى. ام كي بي. دعنا نبدأ بالاختصار. اذا كانت هذه ام كي بي يعني مي لايزيت بولي بروبلين. ممعدن. اما اذا كانت مي كي بي. هذه يعني ايضا ممعدن بوليستر. اذا كانت اف كي بي. هذه يعني بولي بروبلين رقائق معدنية. سوف اعرض لك الصورة تشرح لك معنى هذه الرموزة الموجودة على المكثبات. اذا انت الان علمت ما هو الفرق الرئيسي. اذا كان المكثف عليه حرف ام كي بي او كي بي. خلق عندما يكون الحرف النهائي بي. اذا هذا بولي بروبلين. اما اذا كان مثلا هذا المكثف. الكتابة غير واضحة هي سوف تكون في هذه المكان في هذا الزاوية اعتقد. نعم. هذا مي كي تي. هذا بوليستر. ام كي تي. هذا يعني بوليستر. بالتركي مي كي تي. بالانجليزي ام كي تي. هذا يعني ايضا هذا تعرض ل وله شهادات يعني اهليات من هذه. اذا هكذا نتعلم. دعنا نرى هذا المكثف. هذا انظر. ممعدن ايضا. ام كي بي. ام بي بي. هل رأيت? ام بي بي. قلنا لك قبل قليل. يعني ان هذا ممعدن. اه بولي بروبلين. هذا جيد جدا. مثلا هذا. هذا لا يتوجد عليه اي اشارات سوى القيمة. الجهد. ستمائة وثلاثون فولت على اربعمية وعشرون نانو. وبي سي. سنأخذ من غرار هذا السي بي بي. اذا هذا بولي بروبلين. مثلا هذا ما هذا المكثف. انظر اين الكتابات علي. اين هي انا وانت ننظر. هذه تلك في الوسط. انظر. ام كي بي. هنا. وايضا اربعون على مائة وعشرة على ستة وخمسون. هذه الدرجات التحمل والتقلبات البيئية. تحملها. انظر الى هذا المكثف. انظر هذا مكثف بوليستر. ام كي تي. هذا بوليستر. انظر الى هذا. قريب منه جدا. ام كي بي. هذا بولي بروبلين. يعني متشابهان. ولكن هذا. هذا بولي بروبلين. وهذا ماذا؟ بوليستر. متشابهان. ولكن الحرف الت يعني هذا الحرف الاخير ت يعني بوليستر. وهذا حرف البي يعني بولي بروبلين. ايضا لهما نفس الخصاص. ولكن انظر الحجم. هذا ما يميز البولي بروبلين عن البوليستر. فعلا بالفعل هو حجم اكبر. يتحمل حرار اكبر هذا. هذا افضل من هذا بالحقيقة. ولكن يستخدم هذا من اجل المساحة. وأيضا الثمن والرخص أن هذا أغلى دعنا نرى هذا المكثف أيضا ما هذا المكثف لو سألتك ما هذا المكثف دعنا أوضح لك الكتابات أولا هل هي واضحة مع الزوم MKP تلك هي MKP إذن أنت علمت ما هذا هو المكثف متابعين الأكارم إن أعجبكم هذا الفيديو يرجى وضع أعجاب لنا وإن لم يعجبكم هذا الفيديو يرجى أيضا وضع أعجاب لنا مكثفات البولي بروبلين مقابل البوليستر ما الفرق بينهما وأيهما الأفضل لمشروعك هذا الفيديو أعتقد أن كثير كان يحتاج هذا التوضيح وفي هذا الشرح إن شاء الله سوف أوضح ذلك مرحبا بالجميع في قناة فيزياء إلكترونية هل سبق لك أن نظرت إلى مخطط دائرة كهربائية أو كنت تتسوق لشراء مكثفات ووجدت نفسك في حيرة بين نوعين شائعين مكثفات فيلم البولي بروبلين ومكثفات فيلم البوليستر الكثيرون يعتقدون أنهما أنهما متشابهان لكن الحقيقة أن لكل منهما خصائص فريدة تجعله الأفضل في تطبيقات معينة معرفت هذا الفرق قد ينقذ مشروعك من الفشل أو يرتقي بجودة الصوت في دائرة هاي فاي أو غيرها الخاصة بك إلى مستوى أعلى في هذا الفيديو سنتعمق في الفروقات الجوهرية بين هذين النوعين دعونا نبدأ ما هي مكثفات الفيلم؟ قبل أن نقارن لنوضح المفهوم كلاهما ينتمي إلى عائلة مكثفات الفيلم فيلم كابستر في هذه المكثفات يستخدم فيلم بلاستيكي رقيق كعازل كهربائي ديلكتريك ثم يتم لفه بين صفائح التوصيل الاختلاف الرئيسي يكمن في المادة المصنوع منها هذا الفيلم هل هو بولي بروبلين P.P. أم بوليستر P.E.T. مكثفات البولي بروبلين P.P. خيارات الدقة والكفاءة لنبدأ بالبطل الذي يفضله عشاق الدوائر عالية الجودة مكثف البولي بروبلين عامل التبديد المنخفض لولوس فاكتور هذه الميزة الأهم مكثفات البولي بروبلين لديها عامل تبديد منخفض للغاية هذا يعني أن لديها أقل فقد للطاقة عند تحويل الطاقة من المجال الكهربائي داخلها إلى حرارة هذا يجعلها مثالية لتطبيقات كثيرة مثل التيار المتردد عالي الطاقة مثل دوار تصحيح معامل القدرة P.F.C الترددات العالية تعمل بكفاءة عالية جدا هذه المكثفات البولي بروبلين وأيضا الدوار الصوتية أوديو هاي فاي الجودة العالية حيث لا نريد أن تأكل المكثفات أي جزء من جودة الإشارة الصوتية استقرار ممتاز تتميز باستقرار ممتاز لقيمة السعة مع تغير درجة الحرارة هذا يجعلها الخيار المفضل للدوارة التي تطلب دقة عالية مثل دوارة الرنين أو المذبذبات أو سليتر التسامح والدقة عادة ما تأتي بدقة أعلى مثل 1% أو 2% مقارنة بالبوليستر الخلاصة البولي بروبلين هو الخيار الأغلى والأضخم حجما لكنه يمنحك أقصى درجات الكفاءة والدقة عند الترددات العالية وتطبيقات الطاقة العالية مكثفات البوليستر ننتقل الآن إلى مكثف البوليستر والذي يعرف أيضا باسم مايلار هذا المكثف هو الأكثر شيوعا والأكثر استخداما في مشاريعنا اليومية الكفافة العالية والحجم الأصغر تسمح مادة البوليستر بكثافة أعلى مما يعني أنه يمكنك الحصول على قيمة سعة أعلى في حجم مادة أصغر مقارنة بالبولي بروبلين هذا يجعله مثاليا للدوار المزدحمة والأجهزة المحمولة التكلفة هو النوع الأرخص والأسهل في التصنيع مما يجعله الخيار الافتراضي للمصممين الذين يبحثون عن حل فعال من حيث التكلفة للتطبيقات غير الحرجة نطاق درجة الحرارة على الرغم من أن عامل التبديد لديه أعلى قليلا من البولي بروبلين إلا أن مكثيفات البوليستر عادة ما تتحمل درجات حرارة تشغيل قصوى أعلى تصل إلى 125 مئوية درجة مئوية في بعض الأنواع مقارنة بالبولي الخلاصة البوليستر هو الخيار الاقتصادي المدمج والموثوق لمهام الاستخدام العام مثل حجب التيار المستمر دي سي ودوار اقتران الإشارة وهكذا شيء لتلخيص كل شيء إليكم الجدول الذي يلخص الفروق الجوهرية ركزوا معي على هذه النقاط الحاسمة مكثفات البولي بروبلين عامل التبديد منخفض جدا ممتاز الدقة أعلى 1% إلى 2% حجم مكثف أكبر لنفس القيمة التطبيقات الرئيسية الصوتيات التردولت العالية الطاقة إي سي التكلفة أعلى مكثفات البوليستر معتدل جيد للاستخدام العام الدقة 5% إلى 10% حجم المكثف أصغر لنفس القيمة التطبيقات الرئيسية الاقتران حجب دي سي الدوار الاقتصادية التكلفة أقل باهتصار إذا كانت الدقة وتقليل فقدان الطاقة والترجات العالية هي الأولوية فاختر البولي بروبلين أما إذا كان الحجم المدمج والتكلفة المنخفضة كافيين لتطبيقك فالبوليستر هو الحل الأمثل وبهذا نصل إلى نهاية شرحنا الآن في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى مكثف فيلم سيكون لديك المعرفة اللازمة لاختيار المادة العازلة الصحيحة لمشروعك تذكر البولي بروبلين للجودة العالية والبوليستر للدوار العامة والاقتصادية ما هي أصعب دائرة واجهتك وكنت تحتاج فيها إلى مكثفات بولي بروبلين عالي الدقة شاركنا قصتك في التعليقات لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد في فيزياء الإلكترونية نلقاكم في الفيديو القادم وإلى اللقاء